مش اول مرة نتكلم عن الاقتصاد في نهارك سعيد ليه؟ لانه ملف مهم جدا وليه؟ لان احنا بنبني بلد تقريبا يعني من اول وجديد او كنا فاكرين كده يعني بس حصل خير مهم يعني وحنا بنبني البلد ديت لازم يبقى الاقتصاد هو مع الاهم اوليواتها خصوصا ان في خلال السنة داخلية على سنة ونص دلوقتي اللي فاته حصلت مشاكل كتيرة جدا وتراجع كبير جدا اقتصاديا احتياط النقضي قل مشاكل كتيرة في البورصة ده غير الاستثمارات طبعا اللي يعني ما كانش في احسن حالاتها لكن مش عايزين يكون عادينا نظرة نظرة تشاؤمية عايزين نبص للمستقبل وهو ده اللي بنعمله من خلال النهارك سعيد ونستضيف خبرة في الاقتصاد بيقولوننا بالزبط ايه اللي ممكن نعمله في خبرة شايفين ان ممكن نستعملها عن المعاونة الامريكية وفي خبرة بيقولوا لأ لا يمكن وفي خبرة بيقولوا مش بمزاجدة هنعرف فين او ايه رأي ضيفنا دلوقتي في هذا الموضوع من خلال الفقرة دي دي هكون معنا الاستاذ اه مصباح قطب مساعد رئيس تحقيق جالية المصر اليوم صباح الخير صباح الفل ايه رأيك في الكلام ده في المعاونة ولا في الوضع الاقتصادي يعني اه مبدأ ايه كان الكلم عن المعاونة ببقى ان هو ده موضوع الفقرة مبدأ ايه يعني المعلومة المهم من الناس تعرفها ان المعلومة دي المعاونة اللي هي واحد تلاتة من عشر مليار دولار معاونة عسكرية وحوالي ميتين وخمسين مليون دولار اه معاونة مدنية يعني اللي كان حتى اتاخد منها الجزء بتاع المنظمات اللي عمل الهيصة ده كل ده لا يشكل يعني اقل من او نحو نص في المية من اجمال الناتج المحلي في مصر يعني من اجمال انتاج السلع والخدمات لهذا البلد يعني فبالتالي لو شلنا نص في المية ده مش هيهز حاجة يعني طبع اه زي ما حريك قلت ان في جزء اين جزء الراحل معاونة للجيش نعم وجزء تاني رايح لمجتمعات المدني مفروض ان هي في حاجات الفقر وفي حاجات اش معنا تركيز مع المجتمعات المدني ما هي موجودة بقى لعشر سنين لا احنا يعني المعونة عشان كده هي من ناحية القيمة زي ما وضحت قيمتها بسيطة يعني مش مشكلة بالنسبة لنا يعني لكن هي ارتبطت بعملية سياسية صحيح لا لم ينص في اتفاية كان بديفد ولا في ملاحة كان بديفد ان احنا هندي معونة لكن كان فيه ارتباط شرطي ما بين عملية السلام بين مصر ويساريل وبين تقديم معونة اد كذا دي صريح لحوالي ثلاثة مليار دولار ولمصر فهي العملية السياسية دي هي اللي عكسى نفسها على الوضع طوال الوقت وما زالت معنا حتى الان بس الجانب السياسي في المعونة وصل الى الزروة في ازمة المنظمات اللي انفجرت احنا ملاحظين انه يعني يعني عشان نكون امنا احنا يعني بقى سهل حاجة شوية في مصر الوقت ان واحد يبدأ اي كلام ليه بانه الاول يهاجم المجلس العسكري ويسلخ يعني فروته ثم ينتقل الى الهجوم على الاخوان مثلا او الليبراليين او الفلول كلهم حسب موقعه يعني بالزبط فاللي حصل في موضوع المعونات انه السفيرة الامريكية اعلنت اسفة جاءة بعد اشارات كده من الجانب الحكومي المصري انه لا يجوز ان حد يدي فلوس لمنظمات مشمسجلة السفيرة ايت وكأنه كان تحدي ان احنا هندي 40 مليون دولار للمنظمات مجتمع المدني موجودة في مصر طلع برضه يعني المسؤولين مصريين قالوا يا جماعة لا يليق ولا يجوز ولا يجب المنظرات لازم تكون مسجلة عشان تحصل على هذه المعونات وتمروا عبر الجانب القانوني والرسمي يعني هم هم صمموا فالمهم اندلعت الازمة وتحول الملف للخضاء وتدخل فيب اوباما وتدخل ديمبسي للبريس الاركان وبانيتا وزير الدفاع حاجة غير مسبوقة والناس تحطوا في الصفارة لكن بان اوي قديني دي عملية سياسية من الالف للياء المعونة كل طرف له اهدافه السياسية فيما تعلق بالامريكان عايزين المعونة اللي بيدوها للجيش المصري تؤثر على عقيداته القتالية بش جيش وطني ومهني وبنى تاريخه كله على انه الحامي للحدود وبصفة خاصة للحدود الشرقية لعقيدة القتالية الشيء المهم فيها هو مين العدو الرئيس بتاعت وتهالي لو سألت اي عسكري في الجيش المصري اوي زبط حيقول لك مين على رغم من المعونة بين الجيش وما بين المجلس الاعلى لقوات المسلحة عايزين نفسي بس اه حاكتين من بعضها اه لا يعني بس عشان يعني نحاول يعني دي حاجة ودي حاجة تانية تماما بالتأكيد ما تلاقيش يعني خالص اولا انا بس بقى اكد على الجوز يعني يعني برضو مفيش فصل اهو الحقيقة لانه قادة الجيوش والمناطق لا مش العملية مركبة برضو شوية لكن معلين انا انا بكلم على ان المعونة العسكرية لها اهداف سياسية من الجانب الامريكي والجانب المصري يعي ذلك وهو كمان له اهدافه يعني ايه واتصور انك تلعبة معقدة او بين طرفين كل واحد عايز بطريقة او اخرى يلو داعت عايز بقولك يأصر على العقيدة القتالية ليك عايز ينقلك من التسليح الشرقي الى المنظومة الغربية والنحية التانية عايز يروبوتك بقى بيه في المسائل التقنية والفنية بحسة انك تجيب اه ادوات صيانة يعني معد قطع غيار وكذا يبقى استنزاف مستمرة والمصريين طبعا وعيين بذلك الى اي حد بقى اصارت في الجيش انا بقولك اهم حاجة من هي العقيدة القتالية الجيش المصري عقيداته الرئيسية انه يحمي اي اعتداء يحصل على مصر طبعا وبصفة خاصة من على حدودنا الشرقية اللي هي ببساطة مع اسرائيل وعشان كده حتى احنا ملاحظين دي حاجة جديدة شوية حب اقولها يعني ايه يعني خلقت المفروض الجيش الوظيفة الاساسية انه يمنع اي حد يعتدي على حدودك من اجل ذلك شجعت اطراف مختلفة ومنها اطراف عربية للأسف الشديد بعض الجماعات الموجودة في حماس والاسرائيليين بشكل او باخر دفعوا في هذا عشان يكتاحوا حدود مصر في وقت من اوقات منذ سنتين عشان يباني ان في عدو تاني مش يصريل بس اللي بتهددك يا ايه بتهددك يا جيش يا مصر او يا حدود يا مصر وفي نفس الوقت يجري حاليا ايضا محاولة لخلق كيان اخر على حدودنا الغربية ممكن برضو ذات يعني يأخذ على الاقل لعباء اسمها اسلامية في ليبيا يعني في برقة عشان برضو من وقت للتاني جايز يعتدي على حدودنا فيشتت جهود الجيش المصري ويشتت عقائده القتالية لكن في كل حالات ظن انه وعينا مطلوب جدا عشان نواجه مثل هذه الامورية الجانب المدني من المعونة هو جانب شديد الهزال الحقيقة 250 مليون دولار ويخلي بالك انه انت كمان فيه التزامات معينة النقل يعني النقل بيبقى على سوفه الامريكية استخدامات محددة اما بيستردوا المعونة بشكل تاني يعني نبيتفعهم احنا بيستردوا بطريقة تانية لكن انا مش ضد مادة المعونة على اطلاقه يعني انتم ملاحظين بعد الحرب العالمية التانية انه الامريكا قدمت مشروع مارشل ليه عشان ايه تنهض باوروبة الغربية لانه دي قامت على اساس شراكة فيها قادر عالي من الندية في استثمارات متبادلة في حركة اموال وحركة بشر في حركة بضائع وسلع معظم تجارة الامريكان على العموم مع اوروبا والعكس صحيح يعني فكان فيها تعامل بين ان اديني لكل واحد مصلحة واضحة جدا ومحددة ومتحافز على الحدود فانا مش ضد المادة المعونة باطلاق يعني قد نحتاج معونة من حد لكن بشروطنا ولتحقيق مصلحة متبادلة واضحة ومؤكدة ليس فيها ايه تدخلات بقى مش مارية طبعا حضرتك في فعلا زي ما شريف كان بيقول في بعض الاسوات بتنادي بالغاء المعونة الامريكية وان احنا ما ناخدش معونة من امريكا هداك شايف ان ده ممكن يحصل وهل ممكن فعلا احنا نستغنى عن المعونة الامريكية ولا في اه زي ما نقول فيه سياسة تانية في اه جوانب اخرى الموضوع في اسرائيل ما هو عشان انا قلت لحضرتك انها يعني هي هيؤثر علاقات معاها مثلا بالزبط كده هو من ناحية النقدية والمالية ده مبلغ تافي يعني لا يشكل اي حاجة على اي حتى السيادة اللي هو ابو بكر الجن بيكلم معاها من كم يوم كده بيقول لي ده احنا لو هيدينا ثلاث شهور يعني احنا هناخد المفروف تقاضي من الصندوق الناد الدولي حوالي ثلاثة واثنين من عشر مليار دولار بيقول لي السياحة بتجيب مليار دولار في الشهر يعني ثلاث شهور بس هيدينا مش محتاجين صندوق الناد دولة كل اللي هي صندوق احنا عندنا يمكن يعني ومش حاولي اسمه بس عشان في التليفزيون مصنع الواقف في مبكو يعني في ضمياط يعني والي اسباب الحقيقة مش موضوعية يعني انا يعني انا واثق من زيك مع تقديري لرغبات الناس اللي بيجيب خمسونة مليون دولار في السنة عندنا حاجات كتيرة او ممكن تغنينا عن ذلك عندنا رسورس كتيرة جدا فايزا الموضوع ما هواش موضوع مادي موضوع المعونة بس انت حين تقررينك انت تطعيها لابد يبقى عندك تصور لطريقة جديدة في التعامل مع الولايات المتحدة الامريكية دي دولة كبرى لابد يبقى الواحد حريص وزكي وهو بيلعب معها ايه جيم سياسي من هذا النوع وده انا ما شفتوش حصل لحد دلوقتي الحقيق يعني احنا المطالبات العاطفية بالغاية المعونة ماشي بقى بسيطة او ممكن الغاية من دلوقتي فعلا هنقوله مش عايزين لكن بقولك انت معنا ذلك انك بتقوله لا انا التلاتين سنة اللي فاتوا الطريق نمشينا بيها بنتوى الصفحة دي وحنبدأ صفحة جديدة ايه هي الاسس الجديدة اللي يجب ان تقوم عليها العلاقات مع اميكا او مع القوى العظمى سواء البازيغة او اللي موجودة من الان لسه الحقيقة احنا كمجتمع حتى لم نبلول يعني طب هل ممكن تأثر على حالة مصر الاقتصادية لو لغينا المعونة؟ يعني واضح ان الموضوع ده شاغل حضرتك اوي لا مشغلنا انا وشاغل مصريين انا مشغلنا جخصيين بس او دي اسئلة بتطرح ايه انا فاهم انا بقول لحضرتك ان احنا يعني لو السياحة المصرية اشتغلت شهر واحد شهر ونص عشان اكون امين هتجيب قد المعونة الامريكية فبالتأكيد التأثير على الاقتصاد شديد الهزال يعني لغ واما من فترة طويلة كان فيه كلام عن احنا هنحول المعونة كلام ده بقاله لما رفضه قلنا نعمل مطير تجارة حررة وبعدين حصل مشاكل قاله لا اسطور ادارة بوش كان حتى في الفترة الاولى يعني فيه طلبات كتير والكونجلس بقى بيتشدد وكذا لكن قاله طيب بلاش بس احنا هنحول المعونة الى شراكة يعني شراكة بمعنى انه فيه تبادل تجارة واستثمار واسلع وحدمات ويبقى شكل تاني فيه مصالح متبادلة وده ما حصلش الحقيقة ممكن يبقى هو ده التوجه الجديد لكن المعونة كان شوية فلوس بيجوا لا قيمة لهم الناس لازم تبقى عارفة كده ثم انها كمان ما هيش متوغلة في الساعات يبقى حد بيديك معونة المعونة احيانا للانسان بقى اللي ما عندوش خطط وبرامج عاملة زي الافيون الحقيقة اه يعني اتخليه عنده نوع من الادمان وانه يعني لا يستطيع يتصور انه مجرد الفطام ده مش حيضا يتصرف لكن من حسن الحظ لازم حتى هزي اللحظة البيوقاتية المصرية بزكاة شديد يا ما خدت المعونة دي وصعيب اتددتها في حاجات لكنها من جواها لم تتغير يعني بمعنى انه طول الوقت عارفة ان دول اشيان جايين وحيعدوا فما هواش معتمة مفيش اعتمادية علي عليهم في اي مجال من المجالات تتصرف اه حتى لو كان ما بتأثرش او بتأثر لكن في الاول وفي الاخر اقتصاديا احنا جزء من اقتصاد العالم العربي وجزء العالم العربي كله على بعض من اقتصاد العالم يمثل جزء ضئيل جدا وهو ده السؤال دلوقتي ايه المفروض تكون خطة مصر الاقتصادية مصر مبدائيا على مستوى الاقليم ثم بعد كده عربيا على شخاطر تنهب نفسها الاقتصادية في الفترة اللي جاية ده لو كان هيكون في رؤية البعض قال لازم يكون في ارادة سياسية لده مبدائيا والبعض الاخر قال لازم يكون في رؤية اقتصادية لازم يتنم مع بعض رأيك ايه؟ انا اللي انا بخايف منه في مصر يعني وبرضو لازم نقوله اكتر من مرة احنا مش هنصبح الصبح نجوع احنا في مشكلة اقتصادية يعني شديدة جدا احيانا حتى مبارح يعني احد احد الصحف البيطانية قالت يعني ان مصر في طريق الانحضار الاقتصاد تعبير يخض كده وانا ارى انها بتبالغ الحقيقة الوضع ما هواش كذلك يعني بس هلما ينزل الاحتياط يا فاندم من 18 او من حاجة و 20 مليار من 36 مليار بقى 15 مليار لحد انا جاي لحضرتك الخطور يعني مصر مر عليها فترات ما كانش عندها احتياط من النقد الاجنابي وكان حتى يعني في وقت من الوقت كان احنا دلوقت من الكلام 15 مليار سبعة من عشرة كان يعني مثلا من حوالي 10 سين كان 14 مليار دولار ليست القضية مع خطور الدم انا جايلك الخطيف في مصر ايه ان احنا الهبوط الاقتصاد اللي بيحصل بيحصل واحدة واحدة المصريين عادة اللي بيفوقهم عملية الارتطام العنيف السقافة دي موجودة في مصر زي ما كان بيجي فيضان النيل زمان يعني دع الكسل وابدأ الحياة الناس تستنفر فتبني بقى الجسور وتواجه لانه خطر ماحق ممكن يقضي على الاخضر واليابس لكن النزول الاقتصاد اللي احنا نزلينه نزل بشويش وبالتالي ممكن واحدة كل شوية انت تقول يعني نزلنا اتنين سنتي بسيطة بسيطة الى ان يحدث ارتطام مروع وكل ما اخشى ان احنا فعلا فيه لو استمر الوضع على ما هو عليه مدة خمس ست شهور نفس الناس الفقيرة التي تعيش يوما بيوم يعني مش هيتحمل فقد يؤدي ذلك الى اندلاع هوجة لا تبقي ولا تظهر في مصر وهذا ما يجب ان نتحسب له لكن بالمؤشرات الاقتصادية اللي موجودة في مصر رغم سوقاتها انا يعني ما هياش احنا كنا بنتكلم على احتمال معدى النمو يبقى واحد وثمانية من عشر السنة دي اللي هو سنة احداشر اتناشر لكنه حينزل الى نصف المية يعني حتى مش هيتحقق ومع ذلك هي بسمه نموه ايجابي على رغم من المهم لأي بلد عشان يبقى النموه مؤسر يبقى اكتر من معدى زيادة السكان عشان يسمع مع الناش شوي لكن في كل الحالات وبقول ان دي برضو معجزة مصرية الحقيقة يعني اليونان حالتها بالبلد وايطاليا حالتها بالبلد لكن مصر فاتت من الازمة المالية العالمية وجات احداث الصورة بكل انعكاساتها ومع ذلك لازالت قادر تمشي لانه كمان في حاجة مهمة في مصر جدا اللي هي انا بسميها الطيار التحتي ايه الطيار التحتي ده يعني بحر المصريين احنا دايما نقول عاجة انتك توقفت حتى توقفهم مربع عجلات ولا اتنين في ناس في مصر لا تملك طرف التوقف لابد تشتغل كل يوم عشان كده في حاجة طول الوقت شغالة في مصر يعني مش زي حالتنا ربما انا عندي شوية مدخرات ممكن اعود لي شهر في البيت مثلا ما اشتغلش في لكن حعيش في ناس في مصر وده عدد مش هوليل ودول مساهمتهم في الناتج بتاع البلد مش هوليل حوالها 40% فدول طول الوقت شغالين عشان كده احنا لقيين ناكل ونشرب وبنلاقي كل السلع الاساسية بس احنا برضو نتكامل وقتوتك بالزبط نتكامل العلام العربي ديك اه بالزبط كل ده حلو ورطيف وظريف في اللي احنا فيه دلوقتي احنا بقى عايزين بقى نعدي يعني مش هكسين بقى يدوك عايشين هكيد بقى ديالة دور هكيد في الدنيا صحيح والنسبة لنا احنا كمان زي اندونيسيا مثلا زي ماليجيو احنا في سنة 1998 تقريبا او قبل كده حتى بشوية في سنة 1995 طلع مذكرة بسيطة كده يعملها واحد عريش شركة كبيرة في اليابان ومفكر اقتصاد هناك اسمها اليابان يمكنها ان تقول لا من سنة 45 واليابان مطاطية قدام القوى التي قهرتها والقواعد الامريكية الموجودة على ارضها ما كانتش تقدر تقول لا وقالوا ليه في اللحظة دي نقدر نقول لا لان احنا سابقين الامريكان في كذا مثلا في اشباع الموصلات سابقينهم بخمس سنين في كذا سابقينهم باربعة فياجب ان نعلم جيدا انه يعني ليس بالعواطف فقط وهي مهمة في مصر لان الحركة الوطنية قوية جدا في مصر عاطفيا وارتبطنا بالارض وبالوطن مش موجود في العالم الحقيقي بالطريقة دي لكن ده مش كافي الحقيقة الواحدة ولابد من اسس على الارض يعني تمنحنا الحق وتمنحنا القدرة على قول الله في مواجهة الضغوط ايه الغربية ايه الاسس باي فندم اول حاجة فيها انه يبقى عندنا اقتصاد دينامي يعني ينمو بشكل مستدام ما هواش بس يطلع مرة وينزل مرة احنا على فكرة مصر يعني يمكن انا بقول ان احنا يعني ايه اطول عنق زجاجة في التايخ احنا من حوالي ثلاث عقود بالزبط كل شوية اولاك يعني الاقتصاد اول شكل يطلع من عنق الزجاج اول شكل يطلع من عنق الزجاج ليه لانه اللي كان بيحصل يتمدد شوية يعني ينمو شوية وبعدين ينكمش وينمو ينكمش طول الوقت فيه عنق ما بنتلعش منه فعشان نبقى قوية ونقدر نقول لا لابد من احنا ناخد سكة طلع كده ما نرتدش عنه اللي حصل في تجارب الدول المتقدمة انها ظلت تنمو لمدة عشرين او خمسة وعشرين سنة بمعدل نمو لا يقل عن سبعة امانية في المية عشان تصنع بلد تانية خالص ومختلفة خالص نقاط كده يا فندم نقاط نقاط زي ممكن اقدر احسن الاقتصاد بتهلفي زي ما الشيف كان بيقول برضو هارجعنا قطيته ارادة سياسية هل لازم يكون فيه رؤية اقتصادية عايزين بساطة برضو لسادة المشاهدين اللي عايزين يفهموا موقفنا الاقتصاد بالتأكيد عملية بناء نهضة اساسة هو رؤية وقدرة وقرار يعني لابد من وجود سلطة سياسية مش بس ارادة فرد فيه سلطة سياسية ومسنودة بجمهور عام مقتنع بالرؤية دي وبعدين تقول له احنا معاك على الطريق اللي انت حتمش فيه ولو فيه تضحيات احنا عادة عملية بناء النهضة الجيل الاول بالذات بيدفع ثمان يمكن زي ما كان بيقول حد من يعني الرجال الاعمال من اسبوع كده انه مهاتير محمد وهو بيبني في ماليزيا كانوا الاول يقولوله يا سيدي احنا الناس بتموتوا ومش عارف يعزين مستشفيات قولهم ما بقالهم الفين سنة بيموتوا لكن انا موجه معظم موارد الدولة في ماليزيا الى التعليم يعني هي دي السكة فبالتالي بضحف حاجات تانية عادة عملية اطلع الى نهضة بتحتاج قدر من التضحية فان ما كانش مع القائد السياسي اللي موجود اولا يقنع الجماهير وجمهور مقتنع ويشتغل معاها السكة دي مش حصل فدول حاجتين مهمتين قيادة سياسية عندها الرؤية وفي نفسه جمهور مستجيب ومتفاعل جمهور سياسي منسجم مستجيب ومتفاعل مع هذه الرؤية والحاجة التانية اللي هي خطط واضحة تترجم الرؤية دي الى خطط منتق الرؤية دي في الاخر فيها قدر من الخيال يعني ان انا عايز اوصل بالبلد دي بعد 25 سنة انه يبقى متوسط دخل الفرد بدل ما دلوقتي حوالي مثلا يعني الف دولار في السنة يبقى خمس تلاف يبقى ست تلاف عشرة تلاف وهكذا يبقى مستوى الخدمات الصحية هيبقى بلدي كذا مستوى التعليم هيبقى كذا مستوى مش عارف ايه الى اخير فانا بقول لك يعني ايه بتحول الرؤية الى خطط تفصيلية فده جانب مهم جدا والحاجة الاهم من كده وكده اللي هو ودي اللي كنا برضو بنفتقدها طوال الوقت في 30 سنة اللي فاتت هو عدالة توزيع الاعباء والمنافع لابد انت عامل رؤية وبطول ان فيه ناس حتضحي لازم اللي يضحوا طول بعد ما تطلع انت الى فترة فيها رخاء تقولهم والله ستسابون ستكافؤون على ما ضحيتهم به او كلهم يعني من كل حسب طاقتي ولكل حسب تضحيتي انا بعدل شوية ايه الجملة اليسارية اللي تعلمناها زمان ملينين يعني من كل حسب طاقتي ولكل حسب تضحيتي ففكرة اني يبقى فيه وانت طول الوقت ماشي في السكة عندك مشروع رؤية متكاملة من مسألة العدلة بسألة بلغة الاهمية وفي مصر صراحة يعني الناس اللي معلقة في المحلات عبارة العدل اساس الملك انا شايفها مش مجرد اقتباس قرآني او يعني او ديني هي دي الفكرة متوغلة وبشوف في حدد كتير جدا حقيقة ناس قد لا تريد انها تبقى مرتبتها عالية بقد ما تريد اني بقى فيها عدل في المكان ما بقاش فيه حد بياخد مرتبات كتير قوي والناس بتاخد اوليك لو المؤسسة ما تقداش تدي للناس كلها وانت يقولك مش مشكلة بس ليازم فيها عدل فاصد اقول مسألة العدلة دي مسألة بلغة الاهمية في حجر المصريين في سكة النوم يعني يشاركوا في بناء النهر احنا بلد لا نصنع ولكننا بنجمع ومنستهلك بس لا بنصنعش امتى ممكن نبقى بلد صناعي وازاي هي اي نهضة اقتصادية بزاة في الدول الكبيرة في بعض الدول احنا مثلا بنقول سنغافورة هي عبارة عن ميناء فهي نهضتها كلها وشغلها كله قام على خدمات النقل والشحن والتفير وبعض عمليات التجميع اللي مرتبطة بيه في الساحات بتاع الميناء يعني لكن مصر الحقيقة محتاجة يعني ايه حزمة من الادوات بس لازم يبقى للنهضة دايما قيادة وانتوا تلاحظوا دايما استخدمنا في خلال العشر ومسألة سنة اللي فاتوا مثلا بتوع السياحة يقولك ايه السياحة قاطرة الاقتصاد القومي يقول حد تاني يقولك كذا كذا قاطرة الاقتصاد القومي انا بعتقد ان الصناعة هي قاطرة اي نهضة اقتصادية من غير صناعة وعشان كده الصناعة والتعليم والبحث العلمي حاجتين كده لازم يكونوا شديدتي الترابط مع بعضهم بعضهم فالحقيقة برضو اقول من الظلم لهذا البلد ان نقول انه هو لا يصنع يعني وانه بيجمع فقط احنا في الفترة اللي احنا عندنا يعني موجات تصنيعية طبعا محمد علي جات وكسروها ثم بعد الحربة العالمية التانية بسبب انه ايه قفل بحار والمواني واللقبطة بتاعت الحرب فكان فيه احتياج الى بناء صناعة وطنية عشان تعوض الوائدات اللي ما عادتش ابتيجي فحصل قدر جيد من التصنيع اضافت اليه بصراحة صورت يولي اضافة ضخمة جدا ثم تم تفكيك عدد مش بطال الحياة من الاصول الصناعية في الفترة بتاع السيدات وانت جاي في بداية حكم المبارك كان معنيا جدا من مسالة الصناعة ولو تذكره كان زار بيروح يزور زار المحلة وقال لرجال اعمال وانا متأكد من هزا الواقعة ده اللي اتكلم على بيع المحلة ده انا حعمل فيه واساوي يعني ايه ما كانش لسه موضوع الخصخصة جات والوزار اديل ومش عرف كتب فيها السجل ايه كلام من هزا القبيل وجاي ولا كان الابس الاميز ده صنعة في مصر ثم الموجة دي انكسرت ايضا يعني مع اول الاصلاح ما سمي بالاصلاح الاقتصادي في سنة التسعين وعده السعين لحد اللحظة دي الحياة ما كانش فيه اتمام بالصناعة لكن كان طول الوقت فيه مبادرات من افراد ثم الصناعة دخل فيه عامل بالغ الاهمية زي ما هو تواجد في خطاعات اخرى اللي هو المكون المعرفي فيه يعني دلوقتي زي ما بيقولوا الحاجات اللي هي المعدات ما عادتش هي المشكلة انما العقل اللي داخل فيه يعني ممكن تصنع حاجة ويجي واحد بس جزء صغير حاجة دي كلها مثلا بألف دولار وحتة صغيرة قد كده اللي فيها مكون معرفي عالي هي مثلا بعشر تلاف دولار بالزبط فانا انا شايف ان فيه عدد برضو من المهندسين ومن الناس بتوع الايتي في مصر عشان كده انا بتصوّش يعني لو سألتاني النصيحة شخصيا انا شايف ان اختراع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصلح حقيقة قاطرة للصناعة المصرية وللاقتصاد لمصر لو وحسن بلغة الزكاء وانا افتقد به انه سيكون مستهدف من قوة انهاية دي على اصر بتطلع برة وابتاعمل شغل كواس قوي وحتى مهمة في مصر خيالهم مختلف صح خدرتهم على النمو والابتكار مدهشة عشان كده في بعض الاطراف اللي بتنفسنا بالذات يمكن في الهند ربما في اسرائيل وبتاع معنية ممكن الحوب ده اللي من النوع ده مش هنحس بيه الا بعد فترة بتحطيم خدرتنا او اعاقتنا فياجب كمان نبقى وعيين عشان نحافظ على هذه الشامعة بمراكزها البحسية بالجامعات المصندة لها بالحوافز المفروض تعطى لهذه الصناعة يبقى يعني ممكن اقول ملخص كلام السباح هو حاجتين الاراضة السياسية والرؤية رؤية الاقتصادية واخيرا هو بيقول او شايف ان لو احنا عايزين نركز في حاجة تبقى هي قطرة يعني تبقى التكنولوجيا التصالات والمعلومات عشان عندنا خبرات فيها كويسة جدا كلام جميل يا فندم وهاتف كمان على كرام حضرك ان احنا زي ما حديك قلت في البداية خلص ان مصر فيها كتير قوي يعني عندنا ريسورس كتير جدا وعندنا موارد كتير جدا ممكن نستغلها ولو فعلا عندنا الاراضة السياسية ولو عندنا رؤية معينة متهالي مصر ممكن بجهود اهلها وبجهود الناس اللي عايزة فعلا توصلها ممكن نوصل سيد صباح اضمى مساعد رئيس تحرير جريد المص اليوم رشكرا شكرا 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 وحنا نروح للباس ونرجع تاني مع امراض النوم يعني ايه امراض النوم خليكم معينا بعد